نروح للزمالك تعال نروح للزمالك نروح لبوبينزا بوبينزا يرايك فيه لا هو نادي الزمالك لو تم التعاقد مع بوبينزا نادي الزمالك جايب وحش كاسر في خط الهجوم اه طبعا لعيب قوي جدا جدا لعيب جابوني معروف هو القصة كلها ان هو كان متقلق بشكل كبير جدا في الدور التركي خد هداف الدور التركي بواحد وعشرين جوم متفاق على أسامي كبيرة جدا بعد كده راح الشباب السعودي لعب سيزون 17 مباراة فقط كان بتصاب يعني فيه دايما كده 7-8 مطشط كل سيزون ليه بيعطى الخالص ما بيلعبش جاب قدر ان هو يحرز 11 هدف بعد كده بعديها راح على طول بقى أمريكا لعب برضو 11 مباراة أمريكا دايما عندهم السيزون مختلف عن الدورات بتاعتنا بعد كده السنة اللي فات اللي هي آخر سنة خالص لعب 17 مباراة بس لم يحرز غير 4 هدف فقط وعمل أسست أو 2 فهي دي مشكلة إن الراجل آخر هدف أحرزه كان يوم 31 مارس ده آخر هدف أحرزه بوبينزا بس الراجل ده أخباره إيه لا الراجل ده لو جي نادي الزمالك في مستوى هيفرق مع نادي الزمالك بشكل كبير جدا ليه بقولك كده فاكر أجوجو أجوجو كان متكسر دين لو جي نادي الزمالك ما كانش شايف لعيبة كتير برونوسافيو الناس توقعت فدي حاجة في علم الغيب بس الراجل قوي راجل قوي جدا ليه بقولك كده عشان هو مختلف تمام الاختلاف عن الفرودة اللي موجودين في نادي الزمالك وعارفين احتياجات نادي الزمالك دي نقطة نقطة تانية الراجل ده مع نادي الزمالك يقدر زي ماك يلعب على المرتدات وعلى التحولات بسرعة كبيرة جدا إنه هو عنده صورت كده تعاني استعرض الصور بتاعته سريعا أوريك كذا الشكل وكذا نمط الراجل ده بيقدر يحرز به ومهدف هنا زي ما أنت شاف دي كان التحول للفريل اللي بيلعب فيه في أمريكا لعب الكرة بكعبه عاوز أقولك إنه أول ما الراجل هيستلم الكرة ويزق هو دايما بيهاجم المساحة وعاوز يروح في الحتة الفاضية هتلاقيه بص على طول الراجل هيدخل جواه الملعب اللي مع الكرة هو هيقوم طالع بره الملعب الراجل أشوال يا كريم مميز جدا جدا في التصويب وهي دي النقطة معظم أهدافه اللي مش من بره منطقة الجزاء بيشود بقوة كبيرة نستعرض وإحنا بنتكلم هتلاقي الراجل أشوال وبيلعب بشمله بشكل كويس جدا من داخل منطقة الجزاء ومن خارج منطقة الجزاء كرة اللي بعدها نفس الكلام برضو هتلاقي إن الراجل مميز جدا في التصويب أول ما بيستلم أكتر ميزة فيه موجودة يا كريم إن الراجل ده أول ما بيستلم هو قراره الأول هو التصويب والتزديد إنه هو راجل دايما أجريسيب عجول راجل هجام بمعنى الكلمة فهو أكيد هيفرم عندي الجزام اللي إنه مختلف عن واحد زي الجزير بص هنا نفس الكلام هيلعب الوان تو مع الراجل وهيستلم وهيزق وهيروح يحط الكرة بشماله فيه برضو هدف جميل جدا دي الأهداف اللي هو جابه لما كان هدف الدوري التوركي عشان كده بقولك هو كان متقلق بشكل كبير جدا في الموسم 2021-2022 بص هنا هيزبق هيرقص الراجل هيعد الكرة من جنبه بعد كده هيشوت من جوا منطقة الجزاء كل تصويباته يا كريم بتيجي في سقف الجون يعني هو الراجل لما بيحط بوش رجله هتلاقي الكرة دايما بتزغلط في الشبكة كده زي ما لغة الكرة بتقول هنا بص أول معدم الراجل ممكن نستعرض الصغر بطريقة أسرع من كده بعدين الراجل هيحط وش رجله في حتة بعيدة جدا في المقص فهو قوي جدا شوفي برضو اللي هجم اللي بعدها بص برضو نفس الكرة دي بص يا كريم هيحط الكرة بلسنج من برا منطقة الجزاء بص هيحطها في زاوية صعبة جدا جدا للحارس مميز قوي في التصويب وده اللي مش موجود عند نادي الزمالك مفيش فرود موجود عند نادي الزمالك بقدر يشوت من خارج منطقة الجزاء بص برضو الكرة دي الكرة هنا بتتمطط أول ما الكرة هتنزل هتلاقي الراجل بيحط بوش رجله وبص من هنا كريم قنبلة من خارج منطقة الجزاء بشمله ممكن نكتفي بالصور دي فعشان كده بقولك إن نادي الزمالك لو الراجل ده جه في مستوى صفقة مرعبة وقوية جدا جدا لنادي الزمالك بس الراجل ده بيعطل في السيزون سبع تامن ماتشاط في فترة دايما كده شهر اتنشر بس هو لو جه في البيك بتاعه معلم كسر الدنيا معلم ايوة كبتاك ايوة انت مش بو معلم بس هنشوفه بنزل بس انتريكا معلم